بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة يا جماعة هناخد المحاضرة التسعة في مادة الكوجنوزي بعنوان الانيمال دراجز الدراجز المستخلصة من انيمال طيب مستخلصات من الانيمال زي انيمال بروتينز زي الجيلاتين خلاص او او زي الكود ليفر اويل او فاتز زي اللانولين او واكس زي البيز واكس او هيرز او الصوف او السلكة او الحرير طيب ممكن تاخد كائن حي كامل بس صغير زي انسكتز زي خلاص والكوكنيال والوورمز زي الليتش اللي هو العلق ممكن تاخد ايه سيكريشن زي جاية من بعض الساديات زي زي المسك والأمبر جريس او العمبر زي زي الهرمونز زي الانسولين خلاص اللي هو كانوا زمان بيستخلصوه من البقر خلاص ومن بعض في الخنازير برا يعني في الدول اللي هي الاوروبية organ extract of certain animals زي الليفر او البايل او الاستومك اكستراكت طيب الكنسرايدز خلاص الكنسرايدز ده نبات اسمها Spanish Fly او Russian Fly خلاص هي بتيجي بتبقى موجودة في ساوزرن و سنترال ايوروب الكنسرايدز من ستة من العشرة الواحد في المية كانسرادين خلاص هو يستخدم externally ك irritant يعني لتدليك هيسخن المنطقة خلاص هو مادة irritant طبعا لو استخدمتم جوه هي با irritant poison ممكن يسمم الانسان هو بيستخدم في طيب الكوكنيل الكوكنيل هي خلاص من الحشرة خلاص اسمها خلاص بتاعتها موجودة في سنترال امريكا اه عشرة في المية خلاص هو عبارة عن المستخلص بتاعة عشرة في المية مادة ملونة خلاص ايه هو الكارمين الكارمين هو بربريشن تحتوي على 50% كارمينيك أسد in water it is produced by precipitating and infusion of كوكنيل by القلم خلاص اللي هو بيعملنا حاجة اسمها الكارمين تست فور كوكنيل شاك بودر كوكنيل with water and filter the red color for trade is changed to بربل by alkalis and to light orange by acids يعني هو حتى بيتغير بالالكالي وبالالكالي عشان كده هو الكوكنيل والكارمين بيستخدمه كمان كأسد بيز انديكيتور طبعا كلكم واكد استخدمته ببيت وبيوريت وعارفين اللي هو بيحط الكاشف او الانديكيتور وبيتغير لونه على حسب هو فيه اسيدك والالكالي او كده وده بيبقى ايه يعني هو يستخدم كأسد بيز بالطريقة دي كمان هو وده الاهم انه بيستخدم كأسد والصوليد طيب المسك او المسك خلاص هو جاية من بتبقى موجودة في الميل موسك دير في غزالة بتبقى موجودة في خلاص بيخدو بيحصل لها بيتكون منها كده زي بليسترز او فقاعات كده في بطنها بتبقى كبيرة هنشوف شكلها دلوقتي هي اللي بنستخلص منها المسك طيب المسك طبعا ده بيبقى هيري ساكس كده زي ما هي ظهرة دلوقتي بيبقى جواها المسك بودز خلاص بيبقى نص وزنها من المسك المسك اللي ريحة قوية جدا جدا وبرسيستنت خلاص ومن الحاجات اللي هي طبعا بيستخدم في الحاجات الغالية جدا خلاص لان هو كمان علاه عن هو ريحته حلوة هو مسبت للريحة يعني لو هتحط في اي ازازة ريحة وهيخلي الريحة دي تفضل قاعدة تدوم مش حول لساعات ممكن تدوم لشهور في الحاجة اللي انت حطتها فيها طيب ماسكة طبعا ييلد من واحد والبعة من عشر في المية اللي هو الحاجة اللي ريها حاجة اسمها المسكون خلاص ممكن تعمله بس طبعا عمره ما هيبقى زي الاصلي او ايه هو طيب طبعا بتاع ماسكة هو خلاص هو مسبت خلاص طيب بعد كده او العمبر خلاص هو بسولوجيكال برودكت بسولوجيكال برودكت خلاص فيهم موجود في الحتان دي طيب هما بيقولوا او بيتخيلوا ان او العمبر ده هو الحوت بيفرزه علشان يسهل كأنه ملين كأنه ملين يسهل الحاجات اللي هي الحوت بلعها وعايز يخرجها خلاص طيب اه هي بتبقى عبارة عن ممكن توصل وزنها خلاص بتبقى وزنها كبيرة يعني الكبيرة قوي مش مش عاف يخرجها خلاص ممكن يرجعها عشان كده بيقولوا ان هو جاي من يعني هي الاسطورة اللي بتقول او الصمعة اللي بتقول ان هو بييجي من لما الرحوت يرجع خلاص الكنسيتيو انت بتاعته بيبقى خمسة وعشرين في المية امبرين طبعا ليه ميسك لايك اوضر تريحت الميسك وبستخدم في البرفيوماري برضو طيب الكود او زيت كبد الحوت دي حاجة مشهورة قوي خلاص هو بييجي من الفريش من الحوت خلاص اسمه الجدس موريا اللي ان طيب الديسكريبشن كود ليفر هو سين او ليكويد لي ريحت السمك شوية لكن مش رانسد مش متزنخ يعني لريحت كده ريحت السمك طيب هو محتوياته بيبقى فيه فيتامين اي وفايتامين دي خلاص بيبقى فيه كمان طيب خمسة وقتمين في المية وفيه بيبقى شوية خلاص اللي زي طيب استخدامه طبعا فيتامين دي مهم جدا مضاد للكساح خلاص بيساعد في بيساعد ان الجسم يقدر يتعامل مع الكالسيوم ويحطه في البونز وفي التيس ويقوّل العظام والاسنان فيتامين اي طبعا انتي زيروف سالمك خلاص بيستخدم فيه علاج اللي هو يعني يمنع جفاف العين خلاص فيتامين اي لما بيقل العين بيحصل لها جفاف هو بيعمل الكلام ده بيغي لان هو اصلا فيتامين اي خلاص وهو بان اللحمة او طيب كده وصلنا لنهاية المحاضرة التسعة ترجمة نانسي قنقر